تمخض الخليج العربي فأنجب الشقاق أزمة جديدة أرخت بضلالها على منطقة شبه الجزيرة العربية يقال أن رياحها غربية من بلاد العمسام السعودية، الإمارات، البحرين ومعهما مصر أعلنوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق الحدود البحرية مع إقفال المجال الجوي أمام طائراتها عقابا لها كما قيل على دعم الإرهاب قطر ترد على تصعيد برفض تهمة دعم الإرهاب ورفض الوصاية على اختياراتها الدبلوماسية الاستفاف مع هذا الطرف أوذاك صعب عربيا فدول عديدة اختارت لعب دور الوساطة وإصلاح البين وعلى رأسها المملكة المغربية حيث ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية وتعاون الدولي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قام باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف الأطراف دعا من خلالها لضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر وتجاوز هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي انسجاما مع الروح التي ظلت سائدة داخل مجلس التعاون الخليجي وأن المغرب مستعد لبذل مساع حميدة من أجل تشجيع حوار صريح وشامل على أساس دعم التدخل في الشؤون الداخلية ومحاربة تطرف الديني والوضوح في المواقف والوفاء بالالتزامات لتنضاف بذلك مبادرة المملكة لمساع دول أخرى تسعى لرأب الصدع وخفض منسوب التوتر بين الأشقاء العرب ترجمة نانسي قنقر